السلام عليكم كانت منا كلكم تكونوا بخير اليوم عندنا قصة جديدة وكانت منا تعجبكم وكانت منا من اللي باقي مشتاركش في القناة تشتارك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وشكرا لكم بسعب غادة في السيارة كمسوق توتر شديد مفهمش أنا كيفاش قدرت تطلب مني هاتشي مممم ما ننقرش بلي العرض مغري أعوذ بالله هلانا ايش كتقولي اويلي ما نقدرش ولو غير نفكر بهذا العرض الحقير وخف صراحة أنا موافقت ولكن ايضا مرفضش بالقوة الكافية اف مش كون اللي تقدر ترفض بحال هاد العرض المدهل يا عي كان حلمي من بكري نكون رئيسة قزم شؤون المرأة والمجتمع في مجلة سيدتي وبالاخص اهنف هاد العمر 23 سنة هو بحدات ونجاح عظيم في مسيرتي المهنية بالحق انا ما غنقدرش نقدي الثمن المطلوب بقيت غارقة في افكاري المطلاتمة وانا كنحاول نقنع راسي بالحل المعقول والاختيار الاصح عقلي كيحاول يغرني بالقبول وضميري كيغوت بالرفض وكيقول لي ايش بغيتي مازال لانا راكي بالفعل حققت دك شلي باغا وولا عندك عمود اسبوعي في المجلة خاص كي تفتاخري به وتكتافي به وما تكونيش طماعة اما عقلي هيبرر لي يا بيلي هادا ماشيت معه هادا طموح ايه طموح هو بنفسه لي كيزيلي يا هادا الفكرة الشيطانية في راسه ما ننكرش بلي المقابلة الصحفية الاخيرة اللي درت مهامرات رجل اعمال مشهور كانت بمساعدة من عهدري اللي غير عرفتو بلي هو من اقرب الحراس لها طلبت منه ياخد لي هي معها لقاء وهو بالطبع ما يمكنش لي هيرفض هيد ما دين لي يبي بزاز ولكن هاد شي لي كتطلبو مني السيدة غيطة صعيب باش ننفضو ونتايها في وسط افكاري ما فيقني منها الا صوت استضام قوي من لي تلفت طلول عرفت بلي واحد السيارة فخما دخلت في سيارتي المتواضعة قلت اوف على نهار هاد شي اللي بقالية غير لك سيدة ايخ تعصبت وخرج من التو موبيل وانا مفقوصة حيط يلا خديتها باش نتهنم العذاب للترونسبورت وخا صغيرة الا انها مريحة مشيت شفت الضربة وانا الغليان كاين فراسي حتى سمعت صوت رجولي بامتياز اللي هز كياني بان لي يا تو موبيلتك الضربات ضربة خايبة هاد الخطأ دي السائق الخاص ديالي وانا على قتم الاستعداد باش نخلص الأضرار ما درتش عندو وما شفتوش ياه شحال حاس براسو كيتفطح بديك السائق الخاص ديالي وعاد زيد ديك قال ليك انا نخلص لك الأضرار حالا غاديعطني الصداقة ماشي من الواجب عليه حيت هو اللي غالب اما انا كنت شاد ديالي من ديالي لانا وهي كتفحة السيارة وبلما تدور قالت اه هاد شي اللي عندك ما تقول ما كينش كلمة سمحي لي انتق بلا مبالاته قال جلت ليك غنخلص لتعويض الأضرار أشبا غمازها وهي دايرة قالت اعتدار وننطق اتي اللي يقتوني جلت هوا نمسطومة وصوتي كان شبه مسموع ولكن يبدو باللي سمعه بحك دحكة جانبيا وقال عرفتيني ايه هاربي يلا كنت مشغولة بهاد الموضوع ما قدرتش نجاوب كأن القط كلالي يلسان ومع رأسي كنقول شكون ما يعرفش آتير اللي يقتون اللي اسموك يعبر عليه آتير جوهر السيف وبريقه رجل أعمال المحروف وصاحب دار النشر العريق واللي مجلة سيدتي كتتعتبر من أهم إصداراتها انتابعت للنظرة المتساءلة وجاوبته بطريقة أكتر تهديبا أكيد سيد آتير شكون ما يعرفش انت اللي كتملك دار الحمامة للنشر آتير حقد حجبانه وتعجب منذكرها لدار الحمامة بالضبط وهو كيملك مؤسسات أخرين أكتر شهرة من دار الحمامة شفت التساؤل على محياه وقلت أنا أخد دامة في مجلة سيدتي اللي كيتمنشرها عن طريق مؤسسة دار الحمامة حتقيت دعنا جبهته وكأنه كيحاول تفكر شي حاجة قال آه انتي ديك الصحفية اللي دارت استجواب مع زوجات رجل أعمال قلت آه هي أنا لمعت عيني وهو كيحاول تذكر آخر لقاءه الوحيد بينه وبينها اللي ما كيتعداش التواني ودك شي كان في حفل المجلة السنوي قدمتها ليه غيطة غيطة قاضم اللي هي الشريكة دياله في المجلة وأيضا أم زوجته المستقبلية شيرين كيفاش مرض شبانه لهذا الجمال وهاد الملامح الفاتنة أنا داك بالحق كي غادي دير وغيتك تنتظر منه أي عفوة باش تدمر زوجه ببنتها ولكن دا بخد وقته الكامل في التأمل وهبت عينيه كيتأمل في قامتها المتوسطة الطول ومفاتنها الواضحة مع خسر هالنحيل اللي مغطبت النور قصيرة ضيقة هبت عينيه الثقان هالبلقين حتى كيتفاجأ برجليها كانت حفيان حسيت بالإحراج الشديد تحت هذا التأمل الدكوري تعقاتيه حتى وصل لرجليه وتقلبه نظرات الإعجاب والدهون لنظرات الصدمة والإنديهاش طلع وجهه شافيها لكن ارتفاع وهبوط صدرها بسبب الإحراج اللي تعرضات ليه الفتنة داره حيث مفاتنها ظهروا بشكل واضح بسبب تنفسها السريع غدا نكون ممنونة ليك السئاتير إلي شفتي ليه في وجهه وانا كندوي معك واش واضحة؟ قيل واضحة واضحة بالثاف إيخ حتى هو بحالو بحالجاع الرجال ما كيهمهم إلا مفاتن المرأة بوازل خطيبته معه طرقات صباحها بغيد باش تحاول تلفت انتباه ولوجهها قالت السئاتير اشقلتي على ود الحادث قال راه قلت ليك غادي نخلص ليك الأضرار كلها شافت موبيلتها الصغورة وقال وما كان دونش باللي غادت تكلف بزا ياك ما بغيت يتعويض إضاف قالت اش قد قول بالطبع لا بغيت غير نعرف كيفاش غنمشي لخدمتي يوميا بلا طو موبيل قال واشنو دخلني أنا ماشي سوقي قالت ماشي سوقك وسوق من وهو يقول اف شنو بغيتي دابا قالت له مبدئيا خاصين نمشي لدار وشافت في سيارته وعودات شافت فيه وهو يقول واش بغيتي نوصلك لدارك قالت للاسف ما عنديش بادير وخاما موالفاش نركب مع ناس ما كان عرفهونش هز عينيه رسمه وقال سبرا ربي مشيت لطو موبيلتي اوف غنت وحجها كانت هازة لي يرجلي هزيت ساكيو اللابطوب ومشيت في اتجاه سيارته الفخمة واركبت في المقعد الخلف وطلع قلس حدايا كان كيدير نفس التأمود قبيلا ايخ بديت نهبط في سايتي ونحاول نغطي سيقاني ولكن اللي فيه فيه عصبني وننقول وقيل قلت لك قبيلا نظاراتك يبقاوا على وجهي ماشي على بلا صخرة ولكن قلتي لي من اللي تكوني يكدوي معايا قلت ما تبقاش تشوف فيه هو يقول علاش انتي بنت زوينة وانا راجلك يقدر الجمال ما جاوبتوش ودورت وجهي للزاج غير ذات بين السائق وننقول حي اللي مونا قال اتير اشنو؟ قلت له عنواني رجعت كنتأمل في الناس واشكالهم والباسهم وكنحاول بأي طريقة نلغي أي حوار يمكن يبقع بنابنا اتير وده كيتأمل في جانب وجهاله وحدة ومن بعد اجبض لعبطب ديانه حاول يختم فيه وينسى هاد الكتلة للأنوطة اللي في جنبه ويحاول ما أمكن يستحضر وجود خطيبة الميتالية شيرين في حياته وامها غيطة اللي ما عرفش السبب دي الكراهية الأسطورية اللي كتحملها اتجاهه كل ما كيعرف هو أنها كتحاول بكل طاقتها وفي أي فرصة تنحاك لها باش تلغي الخطوبة والزواج أما لانا كتدعي عدم الاهتمام ولكن عقلها كان في صراح حقيقي وكتقول واش هاد صدفة إشارة باش نقبل العرض واش تاخد الخطوة اللولة في الخطة أولت ناسا كل شي احتمن هاد المصادفة العجيبة مع أتير أتير اللي هو أشهر عازب كان قبل ما اتم الخطوبة ديانهم عشرين كادم وريتت عائلت كادم وسليلت الحسب والنسب شردات في تفكيرها وبدت كتتأمل في ملامحه الرجولية واللي ما تقدرش تنكر باللي كتخليه جدا بالأقصى حد عينيه الكحلين بحال المتاهة إلا دخلت ليها وتمحنتي عمرك تقدري تخرج وأصلا ما عندك حتى فرصة للنجاة ولكن عنده نظرة عابتة دائمة والدليل هو أنه ما وقفش المغازلة وخاعرف مكان خدمتها أيضا بالصعدة كشي لي كيقوله هو وزير نساء من الطراز الأول والخطبة دياله ما منعاتوش من المثاولة هواية المفضلة مغازلة الجميلات وسط تأملها فيه حصلها ودار ضحكته المعتادة اللي خلاتها تحس بالحرج الشديد حيث كانت كتشوف فيه بحلش مراهقة وسرحان ما نقالبت مشاعرها الغضب من اللي سمعت كلماته قال وقيل ماشي أنا بوحدي اللي كان استمتع بالتأمل قالت هذا عصر المثاوات وهو يقول اه اذا انت من صحابات حقوقي حقوقي والدفاع عن المرأة ودك تخربك ما بغادت تدخل معاه في نقاش حيث هو مجرد ذكر وهي تقول ايش غدير لسيارت حس بيها بغا تتبدل الموضوع وهو يقول غا يديها عمر الشيفور يسيبها غمثها وقال رجلين زوينين ما فاهماتوش علاش داوي عاد نتابهات لراسها باقى حفيانا قال ليها ما تتخلقيش أنا غدا نحل الأمر قالت كيفاش وهو يقول واش ما كتتقيش فيها قالت اكيد الله بدك يضحك وهو كيشوف خدود هالي حمار كيتساءل منين خرجات لي هاد الحوريها وصل ميساج للتليفون دلعنا فتحاتو وإيدابها كتصدب وحيونها تحل وهي كتحاول استيعاب جوجد الكلمات اللي فيها هاد جوجد كلمات كانو كافيلتين بتغيير مجرحياتها للأبد قرأت الرسالة في صند فيها بدأ الرهان تعجب من الدهشة اللي علوجها وسولها مالكي واش كانش مشكيل دارت عندو شافتو كأنها كتشوفو الأول مرة يعني كل شي كان مدبر كل شي قال لها آني صالانا وهي تقول ها منين عرفتي اسميتي قال بسم الله عليك ماشي الله تلاقينا وهي تقول آه ولكن ما قلش لك اسميتي قال اتذكرتو من الحفل السنوي واللي قال قال وصلتك شخبار خائبة وقالت ها آه لا غير شي خدمة وصافي وهو يقول أوكي وصلت السيارة لمكان العنواني وآتير استغرب من مكان سكنها فيلا كبيرة أكيد كانش مشكيل حيت باينة غير من سيارتها بلي ما عندهاش الإمكان يديا الفيلا بهذا الحجم لانا خرجات وصدات الباب ودارت عنده قالت بلاها دهشة كاملة هادا سكن مشترك اللي بنات من خارج كازا دخلت لانا ضغيب لما تدور عنده سلمات على السيدة سمية مالكة الفيلا اللي منلي بقت بوحدها قررت قلبها سكن اللي بنات وأي بنت جات من خارج كازا وكتقلب فين تلكون كتكري لها غرفة باش تستافد من الدخل المالي من جهة ومن جهة خرى تلقى له ناسا واللي عمر عليها الدار وكانت شديدة تلحرص على الاندباط وما كتكريش لأي وحدة الشي اللي خلى البنات كيتهافتوا على المكان اللي سمعتون القيا طلعت لغرفتها واخدت دوس وهي تحت الماء كتفكر في دوك جوش كلمات اللي خلاوهات واللي صراقت الرجال وانتي هاي زي الأبعد حد تقدرت حقق طموحاتها على حساب سعادة الآخرين فكرت في سبب كرغ غيتها الأتير وفقشنو دنب خاطبتو اللي أكيد غتكون كتب غير كرهات راسها من بعد خرجت لاوي عليها فوطة ونشفت شعرها ولبسات ببيجاما وهي تزمح تليفون كي سوني وجوبات ضغية قالت لها غيتها أنا لانا وهي تقول لانا لماذا أنتي ضبرت الحادث أدياني مع أتير قالت غيتها بيان سور لانا قالت علاش درتي هكا وأصلا أنا معلنتش موافقتي على عرضك ضحكت غيتها وقالت وما فطيش دابا بلا كثرة الحضرة أنا مفردت عليك وانا لقائك مع أتير تم وبلا ما تدري أي مجهود يعني دابا استمرارك أو انسحابك أمر كيرجع عليك كنت كندون بلي انتي طموحة وما عندك شغل في جنس أدم وتقدري على هاد المهمة بالحق احتى دابا كل شي بنأيديك واحتى الكرسد الرئيسة باقي خاوة ببعض لانا بقيت كتشوف التلفون ومستغربة منطقة دغيتها كانت متأكدة هاد الأخيرة أن لانا غدا توافق خصوصا أنها كتستفزها بالحلم اللي بغت تحققه من هذا شحال تكيت على سريرها وحاولت تفكر أشترا في صباح اليوم اللي السكرتيرها جات وطالباتها لما كتب غيتها قادمة أنا رجع آوي لي إياك مدرت شي غالات يمكن ديك المقالة الجارية اللي كتبت في حقها ديك الممثلة الحقيرة يا رب بيكون معايا ادخلت وبداتك اترحب بيا غيتها على غير العادة استغربت بالزاف خصوصا أنها عمرها عاملت شي واحد بحال هاك تأملت الغرفة الواسعة اللي كانت غاية في الفخار وكان على الحائط واحد اللوحة زيتية للسيدة غيتها من اللي كانت باقة فريعان شبابها واو كانت تزوينة بالزاف آه كانت حي الدابة من اللي كبرات ما بقعتش كتعتن بقونوتتها رغم تروتها واحتدوك العينين الحوضة والليت كتخبعهم ورادوك الندارات والماكياج غير خفيف كأنه شبه معدوم والتازمات بالملابس العملية الأنيقة اللي غالبا في الأسود أو الرمادر قالت غيدة جلسي يا لانا لا بد أنك تتسألي أشنولي خلاني انطلبك عندي قلت في الحقيقة قاطعتني وقالت في الحقيقة عندي لك عرض عرض لا يقاوم قلت عرض وهي تقول آه جاتني واحد الفكرة الأسبوع اللي فات كانتون باللي راكي مفرجة في الفيلم الأمريكي كيف تخسرين رجلا في عشر أيام فكرت باش نكتبوا موضوع شهري تحت عنوان كيف يمكنك ونعرضه من خلاله مواضيع تتير تحدي لدى النساء وبالتالي غترتافع نسبة مبيعات مجلة سيدتي قلت واو فكرة واعرة ما دام غتحقق نجاح كبير وهي تقول فكرت في أول موضوع كيف تخطفين رجلا قبل زفافه أش بالليك قلت لها موضوع شيق ولكن خاطعتني وقالت ويه شيق بالفعل آه شيق بالفعل ولكن الجميل في هذا الموضوع أنك ماشي غتعتمدي غير على النصائح النظرية ولكن غدا تكتبي الموضوع بناء على تجربة شخصية قلت شنو؟ وهي تقول راني رطبت كل شي احتمل الهدف حددته قلت ليها ما فهمتش وهي تقول أنا غدا نشرح لك أنت أكيد عارفة باللي بنتي شيرين مخطوبة لأثير ليقطونه رجل أعمال اللي أول في البلاد هاد الأخير كان شريك الزوجي الراحل في جاع المشاريع ومنها بالطبع دار الحمامة للنشر ومن لي مات رجلي شيرين غدا تورد كل شي علباها ولكن للأسف اللي باهلت بنتي رومانسية بلاقيات وباقي كتحلم بالفارس دو الحصان الأبيض اللي غايجي يختف قلبها وهذا كأثير دار بيها وطيحها في شباك عند بالها باللي كيبادل هالمشاعر وهو كل همه أمرت ناس بمكانته الاجتماعية ويسيطر على الميرات ديالها قلت مادة أنا ما فهمتش مزيان أشقى الرب بنتك الموضوع قالت غيطة يمكن واقلة بالغت في تقدير دكائك قلت ما تقوليش لي بغتي المقالة تكون على السئاتير خطيب بنتك أوه ماي جاد هو الرجل الذي سيخطف قبل زفافه غيطة هزات رأسها بابتسامة وانا نقول كيفاش ولكن علاش إلا كانت بنتك تبغيه علاش غيطة نفعلات وقالت ما غا تفهمينيش شيرين مكلخة كتقلب على انتقام انتقام اللي هي اللي غدا تخلص تنانه اللولة أتير ما غاديش يسكت إلا رداته وسيلة نتاقم بيها ضد ودعمها عيسان وحيسان ما غاديش يسكت من اللي يشوف ميرات لحائلة كيضيع في ايد أتير ما غا تفهمينيش أتير ما كيبغيهاش هو باغي داك الإطار الزويد اللي غايكمل ليه صورته كرجل أعمال متقلق هو مجرد زير نساء وهذا النوع ما كيعرف لا يبغي ولا يقدر لمشاعر غا يدمرها غا يمس منها الروح ديالها وغا يلوحها ويخليها تتبح وغتر ما في أحضان أول راجل تشوفه والذكرات الماضي ديالها وهي تقول لانا ويش كدوي على شيرين بنتك ولا شي مرا خرا لانا عرفت باللي غيطة كدوي على تجربة عاشتها شخصية اللي عارفة أبعادها مزيان باينة غير من رعشة في صوتها والدموع المتحجرة في عينيها أبقات فيها بالزاف وشفقات على ديك السيدة اللي بسباب راجل الدبحات وموتتها وتكسر قلبها راجل اللي كانت كتبغيه ووقي لباقة قلت واخها ولكن مادان انتي عارفة ما كيبغيهاش علاش ما تقنعيهاش تتخلى عليه انتي ماما وأقرب شخص لها غيتها قالت عند بالك ما حاولتش رانعي ييد ودابا خستها تشوف بعينيها حقيقته بالأدلة القاطعة قلت أوكي دابا بغيتينين استأجر شي واحدة من اللي بنات اللي تحاول إغوائه قالت غيتها قلت لا تقنعيك يعشقك أي حاجة وكندن باللي ركي قادر على هذا شيء بما أنك طيحت الحارس دوجة رجل الأعمال وخليتيه بحال خاتم في صبعك احتى دبر ليك لقاء صحفي معها قلت أنا ما غويتوش عادي لك نعرفه وهو مديل لي وهو دبر لي غير موعد معها أما أنا اللي قنعتها باش تدير معي لقاء صحفي وهي تقول غيطة أيين كان فكري في عردي ما بغيتش قرار متسرع خودي وقتك وفكري بدماغك قلت كان واعدك باللي غدا نفكر ولكن هاتشي ما كيعنيش أناني وافقت وهي تقول غيطة أنا واتقة باللي غدا توافقي تفضل خرجت من المكتب وانا مشوشة كليان الشي اللي خلاني ما نتابعش البنت اللي دخلت المكتب بنت في العشرينات دات قامة متوسطة عينيها تبقى الأصلع لمها اه كانت شيرين وهي تقول ماما الله يهديك أنا عار فأتير كي بغيني وغا يجتاز هاد الامتحان السخيف اللي درتي لي قالت غيطة بنتي شيرين أصلا انتي الرابحة في كل أحوال فإلا كان بالصح مخلص غانا أعطيك الحر يد تصرف الميرات ديالك أما إلا كانت نظرتي صحيحة وكان غير طماع غادي نشأل حبيبتي ما شغل الأزياء اللي كنتي كتحلمي به بينما وصلتي خمسة وعشرين سنة واخديتي القرد كيف ما خلى باباك في الوصل شيرين قالت أفا ماما اللي كيهمك هو هاد الورد يلوي اللي هامه هو عصام وعمي ما يحطش إيديها عليه لا هو ولا أتير وهي تقول غيطة والله لاخد ريال واحد ضيعت سنوات من عمري وانا كنجمع فيهم بشيشي والبنجوة ويديها باردة أويه لعلى البهلة قالت شيرين يهديك الله عصام عنده شركات ومشاريعه ما محتاش الفلوس بابا نسيديك الخصومة اللي ما دي مشاه استغربت غيطة وهي تبو شفتك تدفعي عليه يك ما بقى كتبغي يك كتبغي أتير ادوي شيرين جوبت بارتباك انا كنبغي أتير اما عصام فغير فترة دازت في أيام مراهقت انا دا بعارفة مشاعري مزيان انا بغى أتير وغنكون مرادو وهي تقول غيطة يعني موافقة على الريهان شيرين قالت اه حيت متأكدة من إخلاصه لي قالت غيطة اش حال مكلخة قدرة هني على إخلاص رجل ومن بعد ما خرجت شيرين طلبات غيطة من السكرتيرا باش تغلق الباب ديال المكتب وما تسمح لحتى واحد يزعجها تكات على الأريكا وبدأت تسترجع ماضيها الحديث مع لانا وشيرين خلاها تفيق الذكريات اللي دافنا في سطرها ذكريات شابة كانت مزيج بين طموح وعنفوان لانا والرومانسية الحالي ماء والغباءة شيرين غيطة حاتم الصحفية الجدابة اللي كانت كل أنظار عليها اللي كانت كتبحت على الخبر ولو كان في قسم شرطة وتم كانت كتقلب على أخبار واحد الجريمة للقتل وطلقات بالعميد بهاء الدين اللي كان مكفل بالتحقيق في القضية واللي فرد حصار فولادي على القضية وما سمحش للصحافة تاخد ما تكتف الجرائد كان عنيد بشدة فبعد مجموعة من اللقاءات واللقاءات الفاشلة من أجل الحصول على معلومة للصحافة القات راسها غارقة في حب داك العميد اللي عينيه كي لمعه بغمود ومن اللي عرفت راسها كتبغيه قررت تخلي مشاعرها برحتهم من بعد ما كانت مقيداهم ما كانتش ديك البنت التقليدية اللي كتسنى دائماً المبادرة من عند الراجل ولهذا كان حبها عاصفة قوية تقربت منه وما وقفهاش وبدأت كتجنيتي مار حبها من اللي واللحته هو كيرغف فيها مشات معاه برجليها حتى الفراجو التاهمها وتفرغبته فيها وكانت مستمتعة بكل لمسة وقبلة غارقة في بحر الحب ولكن سرعان ما تبدل كل شي من اللي صار حب اللي هو مزوج وعنده ولاد دمرها وكسر قلبها كان خائن زوجته أولاً وخائن الحب غيطة بهاء الدين اليقطوني كان خائن بمعنى الكلمة علاج الاستغراب وهو نفسه أب أتير اليقطوني من بعد ما دمرها بهاء قررت توافق أهل أول عرض زواج جاءة اللي هو من أب شيرين طبعاً ما كانش غير مناسب بل كان كيحقق لها أي حاجة بغتها بفلوسه وسمعتو عاونها باش توصل وباش تولي السيدة غيطة قادمة سيدة الأعمال والنشر المشهورة مسالاتش قصتها هنا في يوم الأيام صدمات من زوجها كي يتعاقد مع شركة حراسات العامة وكان بهاء هو رئيسها ولا الحارس الخاص ديالها وضنات بالليليام جابتو احتل بين إيديها كموظف يشوفها مع زوجها التهري وبنتها ويبقى يتحصر على حبها وجمالها اللي يضيعه ويتعدب كيف عدبها ولكن كيف ما قالت لانا الانتقام أول واحد كيخلصه هو المنتقم بنفسه نرجعه للحاضر لانا منعسات غير بالسز اللي الكامل وهي كتفكر أشتدير في هذا العرض واش تقبله لطرفط جه الصباح ودخلات دوشات والبسات هابطات وخارجة من البوابة الفخمة بالفيلة فإيدالي هاكت ضمن آثير اللي متكي على واحد بي أندابل كحلة وبكل تقف النفس وهو هاي صباط هاد البارح اقتربت منوه وساهي في جمالها وقال كنت كندن باللي غدا تحتاجيهم لانا باقة مصدومة من جرؤته أنه يجي قدام باب دارها وفي هاد الوقت حسيت برأسها محاصرة حيث الليل كامل وهي كتفكر في نفس الموضوع وده بتصبح عليه ربما هي إشارة أنني نوافق على العرب وخلع معستي آثير بكثرة ما هو مشوق فهو خطير لأنه ما غاديش يطيح بحركة إغواء ولا ضحكة هو راه آثير خدات لنا الصباط من بين إيديه وقالت شكراً لك أنا ما كانعرفش نسوق بالكعب العالي داك شعلش كانحيبه قال عادة غريبة وهي تقول وقولي يا دابا كيفاش غنمشي لخدمتي ياك ما مركب هاد الصباط شي جناوح وغيطيرو بيا قال سيارتي نوصلك بيها قالت وخستي آثير ولكن راح نتال لي تسببتي لي في هاد الخسارة يعني هادا راح واجب ماشي فضل انت فاهموا منهنا قال لانا واشف كل مرة غنطلقاو وغيكون نزاع بيناتنا أوف قالت وحلا ما زال غنطلقاو حت ايديها لكفها المستريح فوق في خدها وقال نتمنع دارت شافت فيه بتأمر عيونه غامضين وكي يجدبو داخلهم ثر عميق وفجأة طاحت عليه كلها وجات فوق منه وشعرها غتطوجهو الشي اللي خلاه يتنفس ريحتو بعمق إلى أن تملؤ ريئتيه سحرة خريف ريحتو بمجرد ستنشاقه حسب اللي اخده جرعة كافية من الأكسجين اللي عايش بقية حياته حل عينيه وطلاقاه مع عيونها الأول مرة غيشوفهم بهذا القرد قال سبحان الله لانا الدار كانت موقف ونادت بالزربة وبيتقول سائق فاشغ وهو يقول سائق ره السيارة اللي قدامي دارت فرنسا كالالا أتير هو باقي تحت سحرها قال اش بالليكي لحرتك اللي فطور؟ قالت أنا دايشة فطرت في الدار وهو يقول ولكننا لا وجيهان بالسال قالت ولكن سيد أتير قال أتير غير أتير بلا سيد لا داعي للألقاب قالت أتير وهو يقول اللاها لسميتي شحال زوينا قالت شكرا على التوصيل هبطات من التموبيل بسرعة بلا مدور أتير كي يقول فخاته بقيت حاضيها بعيني هاد البت غدا تسطيني شي حاجة كتجدبني لها بقيت متبحة على أمل بدير غير التفاتة وحدة جيهتي ولكن ما دارتهاش واخا لانا دايرة فيها دور صعبة المنال أغنشوف لانا طلعت في السنسور بابتسامة وسلمات على الكل دخلت للبيرو ويالله بدات في المقال وهو يرن الهاتف ديالها كانت غيطة قالت باي اللي يا باللي قررت تلعبي قالت لانا ما بغيتش نضيع ليك الخطة اللي حاكمها مزيان وهي تقول غيطة بغيت تقرير يومي على أي حاجة كتجرة بينتكم ضحكات لانا وقالت وعلى سيل جاسوس ديالك ايش كيدير؟ غيطة قالت جاسوس وهي تقول لانا ها اللي جال لك على الحادث ديالبارح واللقاء دياليوم كان قصد السائق غيطة قالت أعلى دكائك اختاريتك وسدات الخط وما هي إلا تواني وعاود صون التليفون قالت لانا شنو بغيت يعود تاني؟ أتير قالت شكون عصبك؟ قالت منين جاك رقم تليفوني وهو يقول أتير كنت كان حساب ليه دكية على هكا قالت في خاطرها شي يقول دكية وشي يقول مكلخة؟ وهي تقول له أش بغيتك؟ قال بغيتك انتي وهي تقول له شنو؟ وهو يقول ما 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 تتفقناش على الوقت دياليوم قالت صافي كنت كان حساب ليك غتدعوني للغداء أتير ما بغتش تفهم ليه هاد البنت قال أرفضت دعوتي ودع بابا غاني ندعو هالغداء وهو يقول لها نخليو هاللعشها قالت واخا غنت سناك معا ثمانية قدام الفيلا وفي سيارة شيرين كان السائق بجنبه الحارس الشخصي بهاء الدين شيرين اللي كانت محصبة بالزاف من بعد المكالمة التليفونية ديال ماماها اللي خبرتها باللي أثير ناد بكري على غير العادة ووصل لنا حتى الخدمة هاد شي خلاها تلبس أول حاجة طاحت في إيدها وتطلب من السائق يديها عن جداتها راوية هي الوحيدة اللي كتعطي الحنان اللازمة وكتساعدها في اتخاذ القرارات شافت شيرين في الساعة وقالت تفو عيسام غيكون باقي قع ما مشى لخدمته وإنا ما بغاش نشوف كم نارده ما بغادش تشوفه حيط رفضات الارتباط به رغم حبها ليه جداتها شحال غوتات ونصحاتها باش تنسى الماضي وتولي ليه ولكنها رفضات رفضا قاطع ماشي بسبب الخلاف بينو بين ماماها وإنما السبب هو عيسام نفسه ما يمكنش توافق يتحكم فيها وتعطيه ذاك شي اللي رفضوش حال هادي رجعتك تفكر في شحال هادا كانت في عمر السبعتاش كانت زوينا ولكن ماشي بنفس الجمال الدابة وبكل جنون المراهقة والتي تبغي ودعمها عيسام حيط كان قصر آل قادم كيضم عائلتي الشيرين وعيسام تربه وبجوج وهو كان كبر منها بسع سنين وعمق حلاقتهم ما تأترش بالعداوة بين ماماه وماماها كانوا رفاق وحاولي عمر فراغ الأب اللي خلاه في نفسها أما هي فكانت كتعشق ولكن كتتضم من اللي كيتم إعلان زواج حصام من بنت سميتها ليلة وانضمات شيرين مع امها في قائمة مكسورات القلوب ليلة عرسو كانت كتحس ليلتها بقلبها كيتمزق وبالحرقة في صدرها ما عندها احتاش سلطة على القلب ديالها اللي هو راجل في نظاره هي ما زال طفلة بقى كتتفكر مزيان جملة الأم ديالها بعدي من اللي ماشي ليك حسن ليك ديك الساعة ما عرفتش باللي مها هدرت معها على تجربة ولكن دارت بناصحتها وانزوات بعيد واقتاصرات حياتها على الدراسة والكتب احتج الخبر اللي غادي زلزل مشاعرها من جديد واللي هو طلاق دعيسها حسيت باللي ترسمت لها طريق جديدة وباللي اعطاها ربي الفرصة باش تعيش معالك تعشقنا الرفرة ها هو والحر وتزامن الأمر مع عيد ميلادها 18 لبسات فستان أنتم وتقلقات على غير العادة وتوجهات المكتب عثام ودقات وناد حليها الباب قالت مساء النور باقي هنا قال قال لي هو هو من هامك في العمل آه هز راسه وتبهد بجمالها كانت زوينة بزاف وفاتنة والأول مرة كيلحد نموها ومفاتنها نادو شد ليها ايدها ودورها دورات خفاف وقال جيت زوينة كتكوتي شيرين قالت مساء هو عقب راسه وقال آه انتي أصلا ديما زوينة الصغورة ديالي ومشا باتجاه المجر وجبد علبة وقال عيد ميلاد سعيد طفلتي قالت راه عندي 18 عام زعمة حلات البوطة ولقات داخلها عقد أنماس وقالت واو زوين بزاف شكرا قادوا لي عطاتوا بظهرها اللي شبه عاري ودورات شعرها الجنب وهو مقدرش يتمالك نفسه شاهدوا ليها تزادت أما هي فأصابعه المحطوطة عليها كتخليها تكهرب من لمساته وبدون سابق اندار دارت ودورات إيديها على عنقه وقربات ليه بالساف لدرجة ولات كتحس بنفسه غمضات عينيها وقبلاته قبلة حارة عبرات فيها على عشقها ليه منذ الطفول اللحظة كانت رجولته ستاجب لدفء ونعومة القبلة إلا أنه تدارك الموقف وقال شيرين واش تسطيتي؟ دارت إيدها على وجهها وقالت عفك اسمحي أنا أنا أنت وهو يقول طلعي لبيتك يلا خرجت بسرعة وطلعت لبيتها ترمات فوق مخدتها ودموحها في دوكي نسله هو بحدها عليه ورفضها والأسعب من هذا أنه محضرش للحفلة دعيد ميلادها ودار العضر بالخدمة هاد شي مردع الشيرين وكون غير كان الحكس حيث هي داباً دمانا وبالساعة كون غير قدرات ترجع عقارب الساعة للخلف أنا رجع للحاضر واستهد الدوامة للدكريات فيقها صوت ديالبهاء قال الأنسة شيرين واش داباً مشيو عن جدات كل شنو قالت إلا بلاش داز نهاري تقيل بزا أبغيت غير إمتى توصلت منها ونشوف لعنة ما عرفتش علاش ولكن تعلقت بيها بزا كأنها شي حاجة كتعنيني شعور فريد من نوعه حيث أنا عمري حسيت هركة مع شي بند ولا تصرفت مع شي وحدة بهذا اللباقة واللطافة وخا عندي علاقات نسائية بالساف إلا أنهم غير تعليل وصف البس وركبت مع الشيفو وانا فرحان باغي غير إمتى نشوفها ونشوف عيونها اللي سحروني من أول مرة واقف قدام دارها وكانت سنها تهبط وأخيراً وصلت التمنى ما جا فيني هز راسو حتى لقى هجاية افتجاهه عينيه يتحلو هو كيشوف شعرها الحر والمموج اللي مطلوق على وجهها وكيطير مع الهو الشي اللي عطى باريق خاص لوجهها قالت ياك قلت ليك ما تبقاش تدير فيها تشوفها قال شنو الخطأ في هاتشي انتي عارفة باللي راكيز وينها بزار وبسباب لبسك أكيد غنبقى نشوف فيك ياك هاتشي اللي باغا ارتبكت لانا وقالت فكر كيف بغيتي وهو يقول ما كيهمك الزعمة وهي تقول أسعيب نبدل الأفكار الرأس خاف عقول الرجال بحالك أيضا أي بنت لبسات شي حاجة زوينة راها كتحاول تخلي الرجالي تأملوها ليش بغت تقول لي باللي هي قرات مش حال هذا أنها تولي جريئة في لبسها وفي كل شي وما عمرها ترجع كيف كانت حشومي يومه تحفظ أو لا متزميتا هذا هو اللقب اللي كان تلقع ليها عادل الحارس الشخصي اللي دبر ليها اللقاء مع سيدة الأعمال وهي ما بغاش ترجع لزمن عادل زمن عادل فات قالت شنو؟ واش ما عجبكش الفستان؟ قال بالطبع عجبني هو بالزاف هو خصوصا وهو عليك قالت إذن شنو المشكلة؟ قال ليها المشكلة أنني مفهمتش وهذا الشي قي عصبني مفهمتكش يا لانا ولكن كان واحدك باللي غد نحاول قالت هم فين غد نمشي؟ قال ليها مفاجأة لانا خافت بالزاف وقلبها بدكيتم وإلى الدهل شبلاصة أكتر خصوصية بحال داره أوي لي أوي لي لا يكما فستانها أو حاليب باللي هي بنت ساهلة هي فقط بغت بيليه باللي مرواطقة من جمالها وما بغاش تخبيه وقفت الطموبيل وهي تقول واشو صنع؟ حرك رأسه بالإيجاب ودورات رأسها وإذا بها كتفاجأ بباخرة سياحية فاخرة بأدواءها المتلألئة وحجمها الدخم قالت واو ولكن ماشي بالزاف أتير هوك يقبل الدهاجة قليلة في حقك جرها وطلعها على متن الباخرة هو تتابع أسلوب الإبهار أما هي كتسوه لرأسها شكول اللي كيحاول يغري لآخر واش هي ولا هو لعنة فيقي انت انت ما غاديش يغرك بجادي بيتو يغرأو المهن هو غير بغيش واش عليك باش تحبين إديه هو غير زير نساء حقير كل ليلة جايب بنت لهذه البلاسة باش يبهرها هو مجرد تفقى وانتهى جولات عينيها على الباخرة بالفعل كانت فخمة وآنيقة بينك يجي لها غير رجال الأعمال والسيدات المشهورات بحثا على الفصوصية انت بهذه الباخرة أنها خاوية لا من الزبناء ولا من العمال اللي بيها قالت واش ما عندكش ياختو لقارب صغير قال عندي ولكن علاش قالت كان غايكون حسن كون عرضتيني فيه حسن ما تخوي باخرة قد هادي على ودعشة هز كتاف وبغطرة صوقها هي ديالي دونك ماشي مشكي نقدر نتحمل مصاريف ليلة واحدة قالت واخا أتي ولكن ما تأطرش بهذا اللفتة اللي درتي حيث عارفة جبتيني لهذا المكان بالضبط باش تهرم العيون والصحافة اللي تابعاك واللي غد توصل الأخبار لخاطبتك على صهرتك الليلة وعارفة باللي تقدر تحمل مصاريف الليلة ولكن العمال اللي خدامين في الباخرة غادي تقطع لهم من أجرهم حيث ما خدموش ابقي كيشوف فيها وفي الهجوم الحاد اللي تلقاه من طرفها على قبل الحركة المبالغ فيها واللي ما عمرو دار هلشي مربشي بهرها ولكن هي بوحدها هي تحدي فريد من نوعه مع مروج هرم هاجماته والتاهماته بالجبن بطريقة غير مباشرة حيث كيحاول يتخبى من خاطبته ولأنه ما كيتهلاش بالعمال آتير ما بغاش يتناقش مع هاف موضوع الشيرين وقال ما تخافيش على العمال ديالي هما كيتخلصوا مزيان هما مضطرين شي خلصوا تمنى زواتي المجنونة قالت لا أنا نزوة أوف أوف كل شي غادي بالغلط فين ما كيحاول يسيطر على أفكارها كتقلب ضده عمرو ملقى صعوبة في التعامل مع مرأة وطرويدها قال انتي أصعب مرأة عاملت معها في حياتي قالت حيات ما كتتصرفش بطبيعتك وكل مرأة كتحاول تبتش حاجة صرف معايا بعفوية وغا تفهمها قال نبدأو من جديد بقيت كتشوف فيه التواني من بعد حركة رأسها بالإيجاب وقالت بشرط نبدأو من جديد بشروطي قال كل شروطك مجابعة للم قبل إيديها وهي تقول هذا أول شرط ما تبقاش تدير هاكا وما تبقاش تشوف يدو كشوفات هز إيديه باستسلام وقال واخا وهي تقول ايوا فين عشا جاني الجوع جرها من إيد هالبلازة اللي غيقلصوا فيها كانت طابلال شخصين في مكان منعزنة وعنماء من الباخيرة وكيطل على البحر مباشرة قلصيت فوق الكرسي وبقيت كتلعب بأوراق الورد اللي كينفق طابل وكتستنشق حبيرها وفجأة رجعت بهالذاكرة للزمن كانت كتعيش فيه في مكان أخو ومع راجل أخو إلا أن داك الراجل كان أقل وسامة من أتير والمكان كان بسيد على هاد الباخرة الفخمة بالحق كانت سعيدة وبريئة لا 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 ما خس هاش تفكر في داك الشي هاداك ماضي ومع عمره غير جعب أتير كان كيتأمل الملاك اللي قدامه بكل حركة كتدير كتجنة كانت مغمضة عينيها وكتحرك الورايقات ديال الورد على وجنتها وهو تمنى لو كان بلطة الورد ويبقى ملتازق بجلدها حلات عينيها على بغتر وطلقات عينيها بعينيها شاف الضياع والتشتت في عينيها قال ما لكي وهي تقول له لا والو غير كنت كنت سأل ويش خبرتي خاطبتك بصهرتنا الليلة قال ليها خلينا نتفاهمه كيف ما انتي حطيتي شورتك حتى أنا عندي شرط ما تبقىش تجبدي موضوع شيري ابقيت كتشوف فيه وهي كتحس بالرخص والعهر والغصة في حلقة ولات لمرة أخرى دارت بها الدنيا وتقلبوا الأدوار دابة ولات هي اللي كتخون مرة أخرى ومع لبالهاش بخاطبها فين واش كيدير ولكن هي قبلات العرض وخاصها تكمل والعزاء الوحيد اللي كتصبر رأسها به وهو أن أتير عابد وذير نساء يستاهل هدش اللي كتدير ليه غيطة سمعت له درتو وخكت كراه هدش وحاولت تغير الموضوع قالتو هي باقة كتلعب الورد كيفاش عرفتي أن الجوري هو نوع الورد المفضل عندي ولا كان هدش مجرد تخمين قال صراحة كان غير حط ما اعتقدش المرة وحدة أنه يكون كيعجبك الجوري قالت ووعلاش وهو يقول ما كتناسبكش وهي تقول له وشنو كيناسبني سكت له وهلو قال البوفار ديها هي ظهرة زوينة كتشبه الياسامين ولكن الأوراق ديالها قوية وكتبان أكتر نظارة تعجبات وقالت ما نحساب ليش عندك اهتمام بمجال الظهو قال في واحد الفترة من حياتي غواني جمال الورد واهتميت بدراسته قالت خاصني نعتارف باللي فاجأتيني قال وشنو يحساب ليك باللي كل همي هو نسد علي في البيرو ونبدأ نحسف فلوسي ونجاحاتي قالت والتغزل بكل بنت لابستها النور قصير وكعب عالي تحكو قال لا كانت تفكر باللي غازلت وحدة وكانت حفيانة وغمزها لانا بالفعل لقات رأسها مهتمة بأتير وبغى تعرف حقيقة هذا الرجل العابد كانت متأكدة باللي هو مظهر للعرض فقط بحال ما لابسها الجريء أو تصرفاتها إنما بجوج دايرين هاد الإطار باش يحميوا رأسهم الماضي اللي تابعهم وهي ساهية في ملامح الرجول يا سولاجة قالت ايجي ما قلتيش ليا واش ما كتسوقش سيارتك بنفسك حديما السائق معاك أتيرت صلبات ملامحه وجمع يديه على شكل قبضة وغمض عينيه كأنه كيحاول تفكرش دكرة قال لا ما كنسوقش الحاسة الصحفية دي اللانا خلاتها تعرف باللي مورا إجابته كي ناشي قصة وخاسها تعرفها وإلى كان الموضوع دي الخطبة دي شيرين وإلى كان الموضوع دي الخطبة معا شيرين كي يزعجوا وما باغيش يدوي فيه إذا الموضوع السياقة كي يزعجوا كتر باينا غير من ملامحه فضولها كيدفحها باش تعرف السبب ومنها تتعرف شوية عليه ومنها تتخلص من السائق الجاسوس ديال غيطة قالت هم علاش قاله هو كيتهرد وجود سائق شخصي كيتوافق مع مظهري العام وما كانت في المجتمع هاتشي لي كاين قالت بس صاح ما تيقتكش استغرب وقال علاش حطات مرفقها على الطافلة وقربت ليه وقالت حيث انتا عزيز عليك تكون القائد والمهاجر انتا تخلقتي باش تقود ماشي باش تقلص اللور وتخلي واحد يثوق بيك وقال وقال اخيرا حصلت منك على اطراب وهي تقول ما غتقولش ليه الحقيقة قاطعهم النادل اللي جاي ياخد الطالبات اعطاها اهتير الطالبات في بلاست لارا وقال عارف باللي ما كتحمليش ليه يختار ليك ولكن طلبت ليك طبق مأكولات بحرية متأكد غاي عجبك قالت ما خلستكش نجمع كل شي وهو يقول ليه شنو ما كيعجبوكش المأكولات البحرية قالت لا بالطبع كيعجبونه ولكن واش درتي تحريات على حياتي وقالت في خاطرها يا ربي ما يعرفش كل شي على حياتي القديم قال ليها انا غير عرفت باللي انتي منطنج بالحق ما عرفتش علاش خرجتي منها وجيتي لكاذا قادر نعرف ولكن بغي نسمع التفاصيل منك لا نغلب الحزنة لملاميحة وقالت جيت نقلب على الشهرة والنجاح وقالت بصوت خفيف وعلى ذاتي بغت تهرب من الموضوع وهي دهو ولكن دهبا بغيت غير نرقص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر